تفرق جدا إذا كانت فعلا دولة بعينها طلعت منشور أو تحذير لرعيها باحتمال وقوع عملاء إرهابية ويحصل إنه من كل بلاد العالم اتنين من جنسات البلد دي هما اللي تقتلوا فأنا بتمنى بس إنه يبقى فيها تأكيد يا نفي طبعا يعني ده حرجعنا للتكلفات القطرية للإرهابيين دارب الجبهة الداخلية المصرية وباستهداف قوات الأمن ودور العبادة فكر حضراتكو تاني المجرم بتاع حدثة الغرداء اللي اتقبض عليه ده اسمه حسب التحقيقات الأولية والبيانات من كفر الشيخ اسمه عبد الرحمن شعبان أبو كورا عنده 27 سنة يا جماعة موليد 90 وينتمي للفكر الداعشي لأبو بكر البغدادي وده يمكن اللي تفسر لما فضل عمال عنده هستيريا أنا أبو بكر أنا أبو بكر طبعا حبيبي خليك بقى أبو بكر في التحقيقات إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرم كده وتحصل وبإذن الله إن شاء الله تكلفات قطرية زي ما قلنا للإرهابيين بضرب الجبهة الداخلية المصرية أي حد دلوقتي بيتفرج علينا لو حد متربس يعني يقولك أنتو كل حاجة هتلبسوها القطر لا والله ما إحنا مش إحنا خالص والله ده المعلومات والوثائق وحاجات كتيرة جدا في تطور خطير لفكر دولة الإرهاب قطر ده كلنا كل العالم لاحظوا خلال الفترة الأخيرة جماعات المتطرفة بدأنا نلاحظ نهاب بتميل ارتكاب مزيد من الأعمال التخريبية زي ما كنا بنقول سبوع اللي فات بعد ما قعدنا فترة يعني كويسة لا موضوع العمالات الإرهابية الحمد لله بدأنا ننسى وبدأنا بقى إيه ما نتكلمش عليه وتشغلنا في رمضان ودراما رمضان وغير ولا بترجع تاني رجعنا تاني لاستهداف رجال الشرطة طبعا قوات المسلحة يعني شغلين اللي ينور عملين بيدكوا فيهم هم والأجهزة الشرطية لكن بقول إنه الإرهابيين كمان شغلين في محاولات مستمرة لإضعاف الجبهة الداخلية لمصر ما هو أنت عايز تضعف أي بلد أو بعد الشر توقعها هتعمل إيه هتعمل حاجتين حاول تدخل على جيشها حاول تدخل على جيشها طبعا ده اللي حصل في الدول العربية الشقيقة اللي بيتريقوا علينا ما بنقول الحمد لله أن احنا لم نصل إلى هذا المصير مع كل دعواتنا لله سبحانه وتعالى ليهم بسرعة التعافي لأنها دول العربية شقيقة طبعا وهات الشرطة بتاعتها الانتيريير بوليس خلاص كده عندك الدولة زي شقة أو بيت انت فاتح بابه على الآخر على أي حد بقى يدخل بقى بلتجي حرامي أي حد بقى بلدوزر أي حد يدخل بقى دي محاولات بائسة كلها لإثارة الفوضى بالبلاد خصوصا في ضوء اللي زي ما كنا بنقول لعمليات أو الحصار العربي الأخير لأمارة الإرهاب قطر وزي ما حتى السيادة اللي هو مجدكا لسه بيقول من شوية وأجلب التحليلات بتقول ده إنه ده مجنن آل فاني مجنن تميم وموزة مجنن العائلة الحكامة في قطر عملين بينفذوا مزيد من الأعمال التخريبية وفيه طبعا يعني ناس كتيرة واخد بالها إنه الحوادث الإرهابية بعد ما كانت اختفت زي ما قلنا الوقت طويل بسبب الدربات الأمنية الاستباقية وبيانات أجهزة الاستخبارات عندنا الحقيقة شغالة يعني الله ينور حقيقة استخبارات يعني مخابرات عامة وحربية جهاز الأمن الوطني كل الجهات الحقيقة المعنية دي شغالة بتحصر أماكن تواجد العناصر المتطرفة وإفادة مأموريات أمنية دهمت أماكن تواجدهم وده حصل أكتر ممرة زي ما قلت لحضراتكم زي معسكر الإسماعيلية اللي لسه من كام يوم متكلمين عليه هنا معاكم وبنقتل وبنصيب عدد من الإرهابيين وبنصفي كوادر إرهامية إرهابية إش حسم وإش جبهة نصر كل الحاجات مثل الحركات بتاعتهم دي كلها تحت أمبرلا واحدة الحقيقة جماعة الإخوان الإرهابية خلينا ناخد على الهاتف سريعا سيابة اللواء أركان حرب أحمد عبد الحليم الخبيري الاستراتيجي سيابة اللواء صباح الخير يا فندم صباح النور أهلا وسهل يا أهلا بحضرتك إحنا فندم دلوقتي رجعنا يعني عدنا مرة أخرى لنرى عدد من العمليات الإرهابية واستهداف لأجهزتنا طبع قواتنا المسلحة أكيد وأجهزتنا الشرطية هل يا فندم بطريقة أو بأخرى هناك ربط بين الحصار العربي لقطر بين أحكام الإعدام التي صدرت بحق بعض العناصر الإرهابية مؤخرا هل نحن نسير على خطة ثابتة بتدعمها مثلا حضرتك من حيث بيانات أجهزة الاستخبارات المصرية والتقارير الاستخباراتية اللي هي بالأساس بتعني بالرصد والتتبع تفضلي فندم وطبعا زي ما حضرتك قلتي هناك دوع من الربط بين أحداث قطر وما يحدث في المنطقة لأن الذي يمول الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط هي دولة قطر لكن أنا عايز أنبه لحاجة تانية لبال حضرتك اللي بيحصل دلوقتي حصل من حوالي أربع خمس سنين بينما كانت هناك توجه ضربات في جهات متنافرة يعني في ذلك الوقت كان يحصل نوع من القمر الصناعي في المعادي ثم المنصورة ثم مدرية أمن القاهرة وهكذا ثم سينة وإلى آخر من هذا فده معناها ناخد بالنا أن هذه العمليات الفرعية التي تتم في أجزاء متنافرة معنا كده أن هناك عملية رئيسية قد تتم مرة أخرى في سيناء ناخد بالنا منها ونتحوط لها فناخد بالنا من الحتة دي لأن عمليات التناصر في هذا الموضوع علشان ما يبقاش فيه تركيز من أجزة الأمن على الأجزة طبعا نفسها في حد ذاتها يعني خضرتك بتشوف يا فاندم أنه دي عمليات الهدف منها نشتت أنظار قوتنا الأمنية والقواتنا المسلحة في سيناء إلى حد ما يعني هذا الموضوع لكن ما يعني أكثر من هذا هو أن هناك خطة كاملة موجودة ضد مصر وأن هذه الخطة تشمل مجموعة من العمليات في المحافظات المختلفة وضد الأهداف المختلفة ويكون كل هذا الكلام استعدادا لعملية كبرى مرة أخرى فعلينا أن إحنا نتربع لهذا الموضوع فده من ناحية العملية دي وأنا إذا أردت أن تسألي أي حاجة فيها أنا تحت أمري هل يا فندم حرك بتكلم على حادثة البدرشين طبعا هل يا فندم بدرشين طبعا هل يا فندم ده يعني مش بازل البدرشين والبدرشين والعملية اللي تمت في الغرداء طيب هل يا فندم يعني مثلا الموضوع الغرداء ده غرداء أنا كنت رسمت شوية بقول أنه في ظننا مبرح كم ساعة عاديم بنختلف كلنا مع بعض دي جنائي لا دي إرهابي دي جنائي لا دي إرهابي حضرتك مثلا كخبير استراتيجي أردتها إزاي أول ما حصلت لا دي إرهابي ونص كمان إرهابي ونص كمان هو إنزامات لحضرتك أن هناك تنوع في الجهات التي تتم فيها هذه العمليات شفنا العملية البدرشين شفنا العملية اللي موجودة في الغرداء خد نرى بعض الأماكن الأخرى أيضا بيحصل فيها مثل هذا الكلام وبيكون هذا الكلام كله بغرض التشتيت عن أحد الأهداف الرئيسية الحيوية المطلوب أنها يتم التعامل معها فناخد بالنا وتكون أجهز الأمن حريصة على الأجهزة الرئيسية مش معنا أن ده بيتم بهذا الشكل متلاثر أن احنا نبعد عن التفكير في الأهداف الرئيسية الموجودة نعم حتة قطر دي قالها السيسي أكتر من مرة وأنا قلتها برضو أكتر من مرة لما سألوا السيسي هل هناك نوع من السيطرة على ما يحدث داخل سيناء قال لا يعني كاملا لا لأن ما زال هناك عنصرين رئيسيين لا نستطيع أن نسيطر عليهم العنصر الأولاني هو الدول الخارجية التي تدعم الإرهاب العنصر الثاني هي الجماعات الدولية الإرهابية وبصفة خاصة لإخوان المسلمين اللي موجودة وبصفة خاصة عمليات اللي بتدعمها قطر لأن قطر هي راعي على الإرهاب في المنطقة إضافة طبعا لأن الدول الأخرى يعني ليس هناك مانع من أن نقول هي طبعا بشكل أساسي تركيا وإيران تركيا وإيران إضافة إلى قطر هي الدول الإخليمية التي تدعم الإرهاب بما يتعلق بالدول الأخرى العالمية قد يكون هناك بعض الدول الأخرى في هذا الموضوع يعني إحنا في عصر أو في فترة من الفترات اللي بيحصل فيها نوع من اختلاط المعايير واختلاط القيم واختلاط هذا الكلام بغرض التأثير لحظي حضرتك أن الدولة الوحيدة المتماسكة في المنطقة هي مصر أن القوات المسلحة الوحيدة المتماسكة هي القوات المسلحة المصرية وأنه إذا تم الانتهاء من مصر والانتهاء من قوات المسلحة المصرية معنى هذا أنه من السهل بعد كده أن يعاد ترسيم المنطقة بالشكل الذي يطراء لهذه الأطراف الخارجية فنأخذ بنا من حتة دي وأنتو عليكم دور كبير جدا كألبيين أن أنتو تنبهوا الشعب البصري والشعوب المنطقة للذي يجري في هذه طب ممكن أسأل حرك سؤال يا فندم كمواطن قبل ما تكون حضرتك يعني يعني لواء وأركان حرب وخبيل استراتيجي حدثت البدرشين وأنت شلت مني الدكتوراه كمان أو الدكتوراه طبعا يا فندم حاسع حرك سؤالك يا مواطن ما لقتش يا فندم لما تفرقت على فيديو البدرشين لما شفت أنه في ناس كت في الشارع يعني معدية رايحة جاية وللأسف أنه محدش تدخل يعني هل دي نفس البشرية الطبيعية أنه أنت شايف ثلاثة أربعة قدامك معهم آلي وسلاح وبيضربوا بالنارة على الشرطة فأنت يعني أنا معرفش الحقيقة ولا برضو مش دي مصر زمان ومصر زمان كنت تفتح قلبك وتدخل والله لو معاه إيه يعني برضو خلينا ما نصدمش للشعب المصري طبعا أنا من ناس اللي بيقولوا أن أمن مصري بيعتمد ليس فقط على قوات مسلحة ولا على وزارة الداخلية ولكن بيعتمد على المواطن مصري ولكن العملية تمت بمتأس سرعة يعني العربية مشت واخدت شوية على المطاب الصناعي ثم دخل عليها ثلاثة أربعة أفراد اللي دخلوا عليها وقبل أن يتنبه حدوان ما كانش بيه ناس كتيرة في الشارع كان الشارع تقريبا طواضي في عدد قليل جدا من الأفراد على ما تنبهوا إيه اللي بيحصل إيه كان الرد المعتدين مشهوا بشكر حضرتك جزيلة شكر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر